اختم لكم بمعلومات لطيفة عن الشوبينج الناس بتروح تشتري شنط برندات بألاف ألاف ألاف ملايين تريليونات اليوروات لو عرفتوا ان في اخر اربع سنين مبيعات الشنط والساعات والملابس وصلت تريليون وتلتميت مليار دولار اللي بيشتروا شنط وساعات في العالم تريليون وتلتميت مليار دولار مثلا بيسألوا هل يطرى سعر الشنطة وتكلفته كده عشان نعرف قدي احنا مخدوعين في البرند ماركد ديور للشنط تكلفت الشنطة على الشركة 57 دولار أمريكي من غير الجلد يعني حط الجلد عليها 100 دولار كمان يعني 157 دولار بتتباع بكم 2800 دولار أمريكي من 57 قلنا 157 بتتباع 2800 لان مكتوب عليها ديور بس غير الماركات التانية فيه أغلى من كده حاجة بسيطة في التكلفة وفيه حاجة أرخص إيه اللي بيخليها تتباع بهذا السعر حاجتين البرند ليه اسم كبرت الاسم اتنين السزاجة بتاعت البعض اللي بيتم بالمظهرية هم في الغرب نجحوا في صناعة وهم اسمه البرند البرند ده محدش يقدر يلبسه محدش يقدر يشتريه وجابوا نجمات العالم وجاملات العالم وخلوهم يلبسوا مجاناً ودوهم هدايا وطلعوهم ودوهم فلوس لحد ما الناس بقت تبص على إن يكفل نديور زقه وحش زقه حلو تقولك انت عارف الشانطة دي 8 كم 8 كم 57 دولار بس انت بيتضحك عليكي بالكلمة اللي تكتبت بره وان فيه شنط تانية وبسعر رخيص ممكن تكون أجود من الشانطة دي لكن يعني النصاب بيحتاج طب ما طب وبتاع البرندات بيحتاج ستات النهاردة حنناقص قضايا هامة جداً حول السودان وغزة والسودان تحديداً لإننا مش ملتفتين أن الأوضاع الأوضاع تسوق علي حدودنا وإذا كان لدينا كل هذه الأزمات لإننا علي حدودنا مع غزة 14 كيلو حدود فإحنا عندنا 1200 كيلو حدود على السودان زيهم موجودين في ليبيا بس أنا هتكلم النهاردة عن السودان وعن غزة لإننا لازم نفهم هو إحنا حالتنا الاقتصادية هتبقى أصعب معه لما يبقى عندك حالة حرب وتبقى متوقع الأسوأ من مناطق الحدود والدنيا بتضهور إحنا مش أخدين بالنا خالص من اللي بيحصل في السودان السودان فهي 8 مليون نازح حتى الآن جالنا في مصر منهم 500 ألف نازح العدد بتقديره الأعلى 500 600 ألف لكن إحنا عندنا خمس ملايين أخ سوداني في مصر اللي دخلوا بعد الحرب في السودان 500 600 ألف لكن الأزمة ماذا سيحدث بعد ذلك في ظل الأوضاع اللي بتنهار الوضع الإنساني في السودان بهدلت البهدلة كيف يمكن أن نتعامل ونستعد وهذا دور رئيس الوزراء أنه يطلع يقول للناس إحنا ظروفنا هتبقى صعبة الأيام الجاية علشان إحنا داخلين واحد اتنين تلاتة عشان إذا كنا بنصرف عشر تلاف دولار عادي على الجيش دلوقتي حيبقوا تلاتين ألف فدول حيقصروا علينا في إيه فإحنا نتعامل كشعب إزاي الشفافية هتبقى مريحة جدا لكن الآن دعونا نذهب إلى مزيد من القصص المثيرة والتي كانت محور أحاديث الناس في مصر